بسم الله الرحمن الرحيم لما تيجي تقول لي يا دكتور هالة أنا حقيقي مش قادرة سامحهم عملوا فيي بصي وعملت فيهم كل معروف وقفت جنبيهم وا 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 وفي الأخي تخزلوني ولو قفوا جنبي دا لتكلموا علي أنا ليون كنا سامحهم وبعدين أنا بسمع الآيات بقى بتاعت العفو بتاعت التسامح ومش بقدر بصوا قبل ما أحكي لكم عن العفو والتسامح تعالوا ما أقول لكم هو إيه اللي قبل العفو والتسامح إن أنا أبقى فهمة إن لي مرضود العفو دا عند ربنا سبحانه وتعالى العفو الله عز وجل باسمه العفو والربانية معناها إن أنا أتخلق بأسماء وصفات الرحمن دي درجة درجة حلوة طبعا ربانية يعني عبد رباني تقول للشيء يكون فيكون لكن لما أجأ أقول لك العفو والتسامح أنا مش قادرة عليه ماشي بشر أنا مصدقاتي ومصدقة أني أنت مش قادرة في حاجات إحنا ما ينفعش نسامح فيها أكل حقوق المال حقوق الدم لا فيها حدود دم ومال ومظالم حقيقيا فيها حدود والله عز وجل شرعناها نعمل فيها إيه لكن أنا بتكلم على المعاملات دي قالت لي أصلها عملت أصلها بسات الأصلها راح تقلت بقى وخبصت وعارفين ما إن شاء الله إن شاء الله بقى إيه التحريش بين القوم بصوا يا جماعة لازم نبقى فهمين إن الشيطان عدو لنا الشيطان لكم عدو فاتخذوه أمر بربنا فاتخذوه عدو غيط الشيطان أصل منك إيه يحزن اللذين آمنوا يجي بقى يفكرك شفتي ده ما طلعش يتمر فيهم ببصلة ده أنت عملتي وسوتي وما احتمرش فيه آه ليه يوقع بينكم العداوة والبغطاء فلازم ننتبه ربنا سبحانه وتعالى طلب منا إن إحنا نعفو عند المقدرة آه يعني لأ العلم تبصوا لا لا بعرف أرد وبعرف أبهدل وبعرف وبعرف وكذا لكن أنا مش هنزل للمستوى ده ولا هرد بس بحدد زي ما قلتلكم لازم يبقى في قطر للتعامل في قطر للحدود ما ينفعش حد يتخطاه وإنت اللي بتجبر اللي قدامك إنه يحترمك ربنا طلب مننا عفو طلب مننا مغفرة للايه للاحن دي المقدر وإذا ما غضبهم إيه يغفرون والكاظمين الغيزة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فيها إحسننا إن فيها درجة عالية من الشغل جواك سواء في قلبك أو في عقلك أو في جوارحك النبي عليه الصلاة والسلام طبعا نموذج نموذج للتسامل شوفوا بقى قوم معاملوا فيه وأخرجوا وحربوا وقاتلوا وبعدين قالوا ماذا تظنون أن يفعلوا بكم قال والله أخن كريم أخن كريم ابن أخن كريم قال فاذهبوا فأنتم من طلقات كمان سيدنا عبادة بن الصامت كان لقوا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بقول إيه ألا أنبئكم اسمعوا نعم أيوة نبئنا يا رسول الله بما يشرف الله به البنيان يشرف به البنيان يعني حاجة لفوق قوي ويرفع به الدرجات قالوا بلى أيوة إحنا عايزين حاجات اللي ترفعنا في الجنة قالوا بلى يا رسول الله قال تحلم على من جاهل عليك حد جاهل وانت لو اتجهلت عليه ما انت أخدت الصفة زيه لا وتعفو عن من ظلمك زي ما قلنا في الأمور العادية مع دا الحاجات اللي فيها حدود لإن فيها تأصيل شرعي وتعطي من حرمك هو منعك وأنا أعطي الله فيك وتصل من قطعك اللي بيعص حتى ربنا فيك أنا أعطي الله فيه ودي قاعدة الأصحاب الأخلاق وإحنا دينا جاي بالجميل ده وبعدين بصوا بقى الجمال فاصفح الصفح الجميل عفو يعني معودش أذكره مش بقى تقولك أه الله هنا سمحته وأول ما يجي يلي عملته يلي سويت وعمري منسالك ومنك لله ولا شفت منك يوم حلو ولا ساعة حلوة ولا قل لي اللي بعمال ده مصفح ولا عفو تعفو وتصفح فما تذكرش خلاص غفرنا مناعمش ودي قولك يعني في بين الشباب كده قولك إيه من المرجلة إن خلاص أنا صفنا على أمره وتعملنا فيه مش من رجولة أن أنا عيده تاني مش من الشهامة مش من المرؤة نفسنا نرجع والله أنا نفس المصالحات دي ترجع تاني بيننا وبين نفسينا وبيننا وبين أولادنا من عفى وأصلح بصوا الجمال فأجروا على الله إيه الجمال ده يعني مش على الملكة لا طب هو إيه من كتبش عفى بس وأصلح يعني صلح كمان في الأمر طب ربنا قال للسواب بتاح لو الله ما نعرف فلا تحسي فإحس الله عليك وسمعوا بقى آخر حاجة جميلة وتحفزنا فعلا إن إحنا على خلق العفو ما زاد الله بعبد عفوا إلا عزك والله يعزك ربنا سبحانه وتعالى وأكون فاكر قولك لا ده يفاكر إن أنا بتطيله وده فاكر إن أنا بعمل مش عارفة إيه يفاكر إن إحنا مستضعفين ودون عرق لا ما زاد الله بعبد عفوا إلا عزك إلا عزك إحنا بشهر كريم وده الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمه علينا ويكمله وبلغنا ليلة القدر دعاء ليلة القدر إيه شوفوا بقى يعني دعاءك مستجاب شوف النبع السلام قال إيه يعني قلت له يا عائشة يا رسول الله لو أنا وفقتها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا عفا مش هيفكرك بالزم عفا مش هيقصر لقابتك تاني عفا خلاص راح ولا الملايكة فكرال في كتابك ولا الأرض اللي أنت عملت عليها المعصية فاكرة ولا الجوارح فاكرة تشهد عليهم ولا ولا أيديهم والألسانتهم مش حق فيش حد هيشهد فإنك عفو تحب العفو فاعفو عنا رزقنا الله وإياكم صفة العفو جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وإتبه إليك شكرا للمشاهدة